أهالي مركز تلا في محافظة المنوفية نظاموا مسابقة لحفظة القرآن الكريم في المحافظة وصل عدد المشاركين فيها حوالي 2000 متسابق وكمان كان فيه مشاركة كبيرة جدا من دوي القدرات الخاصة تم تقييم المتسابقين تحت إشراف شيوخ من الأظهر الشريف خلونا نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف الأستاذة غادة أبو المكارم المشرف على المسابقة بنسبح عليك يا دكتور أهلا بحضرتك يا فندم في البداية يعني عايزين نعرف دي أول مرة بيتم تنظيم المسابقة فيها ولو كده إيه المعايير اللي تم على أساسها اختيار المتسابقين الأولا دي تاني مرة تاني سنة للتوالي لجمعية أهل تلا الأعمال الخيرية بأن هي بتعمل مسابقة القرآن الكريم على مستوى مركز تلا بنجيب طبعا موافقة من المنطقة الأزهرية خدنا الموافقة ديات وهما أدمونا المشايخ يعني هما إشراف عام هي المسابقة تحديدا تبع إشراف عام للمنطقة الأزهرية كل المشايخ وكل الامتحانات كانت طبعا منهم هما عشان كده في عدالة بالنسبة للدرجات بالنسبة لأي حاجة لكن المشرف العام على المسابقة هي الجمعية طبعا تم اختيار العناصر أو المتسابقين بناء على معايير حطتها معايا المنطقة الأزهرية إن احنا مثلا قسمنا القرآن خمس أجزاء ربع القرآن نص القرآن القرآن كامل تلتة ربع القرآن معنا ذو الهمم ده مستوى الوحده معنا الحفظ المتميز الحفظ المتميز يعني هو أخذ حفظ قبل كده معنا دخل معنا المسابقة العام الماضي بالقرآن كامل فعايزين ندخله معنا فأقولنا المتميز يا إما متون يا إما قراءات يا إما تجويد يعني أي حاجة هو متميز فيها صوت كذا أي حاجة متميز فيها إحنا عملنا مستوى مخصوص له طيب أنا عندي برضو سؤال يعني 2000 2000 يعني متسابق ده عدد كبير جدا إزاي قدرتم تعملوا حالة من التشجيع والترويج إزاي قدرتم تكتذبوا كل الفئات دي وخصوصا دويلا احتاجاتها الخاصة وبفضل ربنا النجاح المسابقة العام الماضي كان لها تأثير كبير كان كله كان سنة فاتت مشترك معنا 700 السنة دي كل 700 دول كلهم كانوا بيتفصلوا بنا بيتفصلوا بالجماية عايزين نشترك تاني في المسابقة عايزين نشترك تاني في المسابقة فطبعا إحنا تفاجئنا بصراحة بالعذب بس بصراحة كل أعضاء الجماية قاموا بدور مهول ما كنناش بالنام اليام اللي هو تحضير عملنا فترة عملناها كأنها مصابقة كبيرة جدا فترة للتقديم عملنا سبعة أيام للتقديم بعد ما قفلنا التقديم يعني الألفين دول جلنا ألف تاني أستاذ غادة أعمار المتسابقين كم من كامل كامل حد الأدنى والحد الأقصى الحد الأدنى ستة والحد الأقصى ومبروك لكل المتسابقين اللي فازوا في هذه المسابقة الأستاذ غادة أبو المكارم المشرف على المسابقة كل شكر لك